قال الإمام الحافظ المفسر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وجاهدوا بأموالكم وأنفوسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال ابن كثير قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح هذه الآية انفروا خفافا وثقالا أول ما نزل من سورة براءة طيب هذا السند يعني ظاهره الصحة إلى أبي الضحى لكن بين أبي الضحى ونزول الآية مفاوز فهو مقطوع ووالد سفيان الثوري رحمه الله من رجال مسلم فما اسم والد سفيان الثوري ابن العزيز طيب عندك سعيد ابن مسروق ما حاله طيب هو من رجال مسلم لكن هو محتج جنبه ضمن صدوق أو كذا خليل انظر فيه تقريب قال رحمه الله في كلام الحافظ تحرير طيب إذن ثقة وولده أرجح منه ولده سفيان أرجح من أبيه وقال معتمر ابن سليمان عن أبيه قال زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيرا فيقول إني لا آثم نعم ومن كان كبيرا أو مريضا أو مريضا فالله جل وعلا رفع عنه الحرج الله رفع عنه الحرج سبحانه وتعالى ليس على الضعفة ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصهوا لله ورسوله فالله جل وعلا رفع عنهم الحرج فأنزل الله انفروا خفافا وثقالا أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام غزو وكتابوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب وحتى معل المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكرى والعسر واليسر فقال انفروا خفافا وثقالا وهذه الغزوة لها ذكر وشان وذكرها رب العالمين في هذه السورة المباركة وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة علي بن زيد ابن جدعان ضعيف عن أنس عن أبي طلحة كهولا وشبانا يعني معنى انفروا خفافا وثقالا أي كهولا وشبانا ما أسمع الله عذر أحد أني هكذا أو سمع ما سمع الله عذر أحد أو ما أسمع الله هو كان يتكلم عن نفسه قال ما أسمع الله عذر أحدا ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل عن أنس عن أبي طلحة كلام لأبي طلحة لكن هذا الأثر ضعيف في زنف سنده علي بن زيد ابن جدعان وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براء فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبانا جهزوني يا بني الجمع يا بني واحد يا بني فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه بها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه بها هذا إذا كان بالطريق الأولى فهو من طريق علي بن زيد بن جدعان وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشمر ابن عطية هل ضبط في نسخة شمر هكذا أو شمر طيب يعني شمر شمر طيب قال رحمه الله وقال مجاهد طيب قال والحسن البصري وشمر ابن عطية ومقاتل ابن حيان أو وشمر ابن عطية ومقاتل ابن حيان والشعب وزيد ابن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قالوا كهولا وشبانا وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل ابن حيان وغير واحد وقال مجاهد شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين وكذا قال أبو صالح وغيره وقال الحكم ابن عتيبة مشاغيل وغير مشاغيل أي من كان مشغولا ومن كان غير مشغول فالله جل وعلا يعاتبهم وهنا يأمرهم والآية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض طيب هنا شمر إذن بكسر الشين الضبط من التقريب شمر بكسر أوله وسكون المين ابن عطية لأسدي الكاهلي الكوفي صدوق من السادسة وهنا في التحرير بل ثقة تحرير والثقوة قال قال رحمه الله وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا يقول انفروا نشاطا نشاطا وغير أو نشاط نعم انفروا نشاطا وغير نشاط يعني في المنشط والمكرة وكذا قال قتادا وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد انفروا خفافا وثقالا قالوا فإن فينا الثقيل فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمره فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا أي على مكان منهم في دفع إيهام الاضطراب عند هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك كقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة والجواب أن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات العذر المذكورة وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ لأن قوله انفروا خفافا وثقالا ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين وهو منسوخ بآيات العذر كما ذكرنا آنفا إذن هذه الآية آية نسخها الله جل وعلا وهي منسوخة بقول الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة وأيضا من كان له عذر من مرض أو عمى أو عرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فهو معذور عذره الله جل وعلا قال رحمه الله تعالى وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضا في العسر واليسر وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية وهذا اختيار مجرير وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا ورخبانا وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفر إليها خفافا وثقالا ركبانا ومشا وهذا تفصيل أو هذا تفصيل في المسألة إلى دروب الشام إلى دروب الروم خفافا وركبانا لأنها بعيدة خفافا وركبانا وإذا كان إلى السواحل خفافا وثقالا مشى يمشون على الأرجل فالإنسان لا يستطيع أن يمشي مسافات على قدميه فمن لم يكن له ظهر وما وجد فهنا هو الجهاد هو يعني فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض ويتعين في مواطن فكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى وقد روي عن ابن عباس ومحمد ابن كعب وعطائن الخرسان وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله وقال السدي قوله انفروا خفافا وثقالا يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا فجاءه رجل يومئذ زعم أنه المقداد وكان عظيما سمينا فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله لكن كلام السدي وإن كان تفسيره له مكانته لكن إذا روى في أسباب النزول فهذا مقطوع وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا أيوب عن محمد قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا عاما واحدا قال وكان أبو أيوب يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا طيب هنا محمد ابن سيرين قال شهدت أو شهد أبو أيوب ينظر هل سمع محمد من أبي أيوب رضي الله عنه جمع التحصيل أو في ترجمة محمد ابن سيرين قال وقال ابن جرير حدثني سعيد ابن عمر السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا حريز حريز ابن عثمان قال حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة قال حدثني أبو راشد الحبراني قال وافيت المقداد ابن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص وقد فضل عنها من عظمه دي هكذا فضل عندكم هكذا قال يريد الغزو فقلت له قد أعذر الله إليك فقال أتت علينا سورة البحوث عندكم فقال أتت أي يعني المعنى متقارب ومن أسمائها هذه من أسماء سورة التوبة البحوث لأنها تضمنت من البحث عن أسرار المنافقين وهو إثارتها والتفتيش عنها انفروا خفافا وثقالا وبه قال ابن جرير حدثني حبان ابن زيد الشرابي قال نفرنا مع صفوان ابن عمر وكان واليا على حمص قبل الأفسوس بلدة بثغور طرسوس بالشام ويقال إنها بلدة أصحاب الكاف قال إلى الجراجمة الجراجمة قوم من العرب بالجزيرة أو هم من نبط الشام قال فلقيت شيخا كبيرا هم يعني الهم الفاني قد سقط حاجباه على عيني من أهل دمشق على راحلتي فيمن أغار فأقبلت إليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليك قال فرفع حاجبيه فقال يمن أخي استنثرنا الله خفافا وثقالا إنه من يحبه الله يبتله ثم يعيده الله فيبقيه وإنما يبتل الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل طيب يعني هذا يعني شيخ كبير والحج فيما ذكره الله في القرآن والصنة قال ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهجي هي الأنفس في مرضاته ومرضات رسوله فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفوسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم أو يدخر لكم من الكرامة في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيما الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة ولهذا قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها حديث صحيح رجاله كلهم ثقات طيب إلى هنا بارك الله فيكم خالق